الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الإخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نحب ننبه الإخوة الحضور على أن هذه الحلقات هذه الحلقة وغيرها من الحلقات مصدقة من الحكومة يعني ما تفتكر أن الحلقات دي قائمة ساكت كده لا 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 هذه الحلقات لنا يعني تصريح من الحكومة وتصديق موجود عندنا إنه هذه الحلقات تقوم وما دي براها يعني حلقتنا ما دي براها الحمد لله عندنا حلقات كثيرة جدا وموجودة حتى في الوسائل بتاعت الإنترنت في اليوتيوب كان دخلت اليوتيوب تجد هذه الحلقات حلقتين في السوق العربي وحلقتين في الحاج يوسف السوق ستة وحلقة في الثورة السبعتاشر وغيرها من الحلقات المنتشرة والحمد لله وهذه الحلقات عندها هدف واحد واحد ألا وهو أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك لا ده الهدف بتاع الحلقة لذلك بتلقى المتحدثين كلهم من أول متحدث إلى آخر متحدث كلهم موضوع واحد ما بيتغير أصلا أنا ما تتخيل إنه تجد الأسبوع الجاي تلقى الموضوع يتغير لا لا يهو ذاته ما بي يتغير أصلا ليه لأنه ده الموضوع الأهم ولأنه ده الموضوع اللي بيحتاج لكلام اللي بيتكلموا فيه بسيطين جدا في البلد ثانيا التنبيه الثاني هذه الحلقة وغيرها من الحلقات التي ذكرتها ما بتنتمي لأي جماعة ولا أي طائفة ولا أي حزب حلقة حرة ولا في واحد من المتحدثين بينتمي لأجماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب أو طائفة من الطواف وما تتصور أبدا إنه يجي يوم واحد من المتحدثين يدعوك إنك تنتمي أو تتبع لك جماعة معينة ولا تتبع لك طريقة معينة ولا تتبع لك حزب معين ولا تتبع لك طائفة معينة لا ما في كلام زيدهنا وهذا الكلام دليله الدليل بتاعه شنو دليل إن ربنا قال في سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ودليل من القرآن قال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله قال لا تكونوا من ديل ما تبقوا منهم يبقى تدليل على إن الحلقة وعلى إن أي إنسان مش الحلقة برا واجب على أي إنسان إنه ما ينتمي لطائفة ولا جماعة ولا حزب إنما يكون مسلم كما قال الله تعالى هو سماكم المسلمون الله سمانا مسلمين ما في انتماتان لأي طوايف ولا لأي حزبية ولا لأي جماعة ولا طريقة والحلقة هذه تنتقد جميع هذه الطوايف وهذه الطرق كلها عندنا هنا حاجة يسمى النغدة الديني والغريبة إنه ذي الحاجة الوحيدة البكوركو فيها السودانين الليلة ما في نغد رياضي ولا ما في نغد رياضي بيجيبوا لك الجماعة ديك ناس ما تعرف قريشة ومين ومين في التلفزيون تلقاوا قاعد ثلاثة ساعة بيتكلم وهذا اللاعب ينبغي إنه ما كان يكون يلعب جناح وهذا اللاعب المفروض ما كان يشوت الكورة كذا وشوت للكورة دي سببت لنا خسائر تقيلة ده نغد ولا ما نغد مش بينتقدوا لاعب معين ولا بينتقدوا بيتقدوا طيب اللاعب ده اللي بيتكلموا فيه ده قاعد معهم في الاستيديو ولا ما قاعد لا لا ما قاعد زول بيقول له يا جريشة ولا مين إنت ما تغتاب الناس ما فيه دي ما غيبة في زول قاعد يقول له دي غيبة ما بيسألوا أصلا هيرفت النغد السياسي الجرائد دي كل يوم بتكتب والتلفزيون شغال وإنه ما تعرف الأمم المتحدة وما تعرف شنو كلام بتاع السياسة ده ما بنعرفه نحنا ده مش نغدي موجود زول بيسألوا ما فيه النغد بتاع في النغد الطبي برضو منتقدوا الأطباء وغيرهم وغيرهم أن كل أنواع المجالات فيها نغد في حاجة يسمى النغد أما مما تجي في النغد الديني الناس بيذكورك يقول لك لا ما تذكر الأسماء طيب داك نما قال هاي صمو الصفى ما كان يشوت إنت ما تكلمت معه ما لك يقول لك لا 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 دخل لي وأخل لي وتقال على كيفك دخل لي نحن نحن برضو ما تخلينا نحن مان ما زي ما ذاك انتغت ونحن انتغدنا نحن كمان بننتغد بالدليل ذاك بننتغد ساكت شغل بتعكوره زي لكن نحن بننتغد وعندنا أدلة من القرآن ومن السنة تاني فيشنو دي تنبيهات بسيطة جدا أنا عندي آية ذاكي فمعاه الآية قول الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الرحم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا دي بداية الآيات من سورة الكف ربنا بيلاك في الآيات دي إن ننزل الكتاب الهو القرآن الحمد لله نحمد الله عز وجل على إنزاله لهذا القرآن هذا القرآن الذي فرق بين الحق وبين الباطل وهذا القرآن الذي بيّن طريق الحق ليسوكه الناس وبيّن طريق الباطل ليجتنبه الناس الحمد لله الذي أنزل على عبده النبي عليه الصلاة والسلام دي ما ربنا هناك قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة دي النبي عليه الصلاة والسلام ربنا ننزل عليه القرآن لينذر بأسا شديدا من لدنه ينذر الناس يخوف الناس وشان كده ربنا قال له وأنذرهم بالوحي وشان كده ربنا قال له فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ودي دعوة الرسل تدور بين هاتين الجملتين زي ما ربنا قال رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حج بعد الرسل ينذر المشركين والكفار والمنافقين وغيرهم ويبشر المؤمنين شاكده ربنا قال لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لده وعشان كده ربنا هنا في الآية قال يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أما بالنسبة لأهل الشرك لابد من النذارة التخويف يا أيها المدثر قم فأنذر يعني قم خوف النازل لأنه بيحتاجوا لتخويف لأنه عندهم شرك بالله عز وجل وعندهم كفر بالله فلابد أن يخوفهم فإذا خافوا بعد ذلك يبشرون بالجنة أن لهم أجرا حسنا يعني يوم القيامة ماكثين فيه أبدا ما بيطلعوا من الجنة لأن الجنة من دخلها فإنه يخلت فيها أبدا لا يخرج منها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا عادية البرضو بيحتاجوا إنه يخوفهم الناس القالوا الله اتخذ ولد أدال منوه أدال النصارى أدال اليهود شاكد ربنا هناك قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يبقى قالوا الله عنده ألد منوه اليهود والنصارى اليهود معروفين النصارى وحدين بسموه مسيحيين وإن كان التسبيع دي ما صحيحة لأن الله سموهم نصارى في القرآن النصارى قالوا الله عنده ولد وقالوا ولده عيسى عشان كده ربنا هناك قال لهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وربنا قال وقالوا اتخذ الرحمن ولده لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدى بسبب شنوه أن دعوا للرحمن ولده وهل الله عنده ولد لا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده ليه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عدى وكلهم آتيه يوم القيامة فردى الله ما عنده ولد سبحانه ما ينبغي له أن يتخذ ولدا وما ينبغي أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة الصاحبة هي الزوجة الله عز وجل لا يحتاج إلى ولد ولا يحتاج إلى صاحبة فهو الغني الحميد المتكبر الذي يصمد إليه الخلاق يحتاجون إليه وهو لا يحتاج إلى أحد لذلك قال ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ديال قالوا الله عنده ولد انت ما تفتكرون قاعدين بعيدين لا 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 قاعدين في البلد دي معاك في البلد دي قاعدين معاك وبعد مقرى عندهم احتفال اسمه احتفال راس السنة السنة داتة عملوا لها الرأس وبعد شوية حيسولها قعر وبعد شوية حيعملوا لها عينين وبعد شوية حيسولها يضمين ما تعرف ذاته دي سنة ولا نحاصل شنوبة الضب ها قالوا بعد مقرى قالوا عيد راس السنة وتلقى المسلمين منتظرين اليوم ده في فارق الصبر بل زاته الشباب تلقاهم بيجهزوا تلقاهم بيجهزوا بيجهزوا لاشنون عشان يحتفلوا برأس السنة مشترين طبق بيط وما تلقى بيط في البيت ما عندهم في البيت بيض ما في ام يشتري طبق بيط عشان يكسروا في راس السنة يكسروا في راس السنة في راس المسلمين طيّ قال البيض يكسروا وين يكسروا في راسك انت تاني ماشي بعار بنتك يكسروا ليقا البيض في القزاز يا ناس ما لكم قالوا فرحانين فرحانين بيشنوا بے راس السنة و kavieron راس السنة يعني čنو لا لا ما عارفين فرحانين بس يا ناس انتوا بتمركوا ساكن يا ناس هارفوا دينكم ما تطلعوا ساكن البيض اللي بتشتريد امش كسروا في طوى اكله اكله ينفعك. حلال اكله. وجماعة البروش الدقيق. وبروش السكر. ويجيك بحدي وبين يقول لك السكر بيقى غالي. طيب انت الرشاة ده كان رخيص? الرشاة في الناس ده كان رخيص يعني ولا كيف? ده كله ضياع. بسبب جهل كثير من السودانيين بعقيدتهما الصحيحة. لانه مجتمع مربع تربية بتاع التصوف. تعرف التصوف? ولا ما بتعرفه? مجتمعنا ده مجتمع سوفي. الا من رحم الله. المجتمع السوداني. مجتمع سوفي. وده ما فيه نفرين بيتغالطوا فيه. مجتمع سوفي يعني شنو? مجتمع سوفي مربع على عبادة الشيوخ. وعلى تعظيم الشيوخ. وعلى رفع الشيوخ. الى مقام حتى يوصلونهم الى درجة الخالق. والى الغلوء في الصالحين المزعومين. ده هو المجتمع السوداني. بدليل انه الان انت الكلامي القبال ده كله غد ما يكون في ظل زعيل منه. الزعل بيبدأ من هنا. كلامي الفات ده كله في النصارى واليهود. اين ظل بيقول ليك والله مولانا كلامك صحي. كلامك صح ما غلط. اها طيب كدبع شوية لما ندخل في ناس ابوك الشيخ برضو غليك معي. قل ليه كلامك صح. لكن ما بتقول. انا هارفك. اذا بتامع لجماعة ده ما بتقول. يا كفرتنا. يا سبيتنا. ولا قلت لنا انتم بتكرهوا الاولي وفوتت سعي. لكن انت انت اسمع شوف نحنا كلامنا ده صحيح ولا ما صحيح. لو كلامنا ما صح. بعد ده تقول الدار تقوله. اما لو كلامنا صح. انت تكون تورطة بعد كده. ما معانا نحنا. لا. احنا عم نتكلم وبينفوت. يمكن ما اللاقيكتان اليوم الغيامة. لكن ات مورط يوم القيامة. امام الله عز وجل. يوم يقوم الناس لرب العالمين. المجتمع المجتمع الصوفي مربع على تعظيم الشيوخ والغلوف الصالحين على حسب زعمهم. وان كان نحنا عندنا كرصات علامات حمراء على كل شيوخ اللي بيقولوا انهم صالحين. الشيوخ بتعينهم من في البلد دي. عندك على سبيل المثال اكبر راس في البلد دي بتاع السوفي. بتاع السوفية اكبر راس منه. عبد الرحيم البورعي. ولا ما ياهو. ده شفت قليل من السودانين اللي بيقبلوا الكلام فيه. مع انه ده نغض. قبيل انا وريتك انه ده نغض. قليل جدا من السودانين اللي بيقبلوا. قبيل ما شفت عمك الجبهة جاي ده. ما باقي ليه اللي يقلع جلابيته. والله التعارض انت لو سبيت له ابوه. ابوه الولده ممكن ما يكورك زي كوراكو في البورعي ده. ليه? لانه ابوه ده ما في النهاية. فالرابط بيناتو. اما رابط بيربط بيناتون يعني الصلة بدات رهم. لكن ده الرابط رابط بتاع عقيدة. ورابط العقيدة اكبر من رابط الرهم. شاكي ده لو سبيت له ابوه عديل. ممكن ما يسألك زي سؤاله لما انت تتكلم في البورعي. ويتما سبيت البورعي. لكن مجرد تهيب اسمه دي بتعمل حساسية للناس. تلقيقوا يدحك حق. والزول ده كان ماشي بيركشع. بالله مما سمع البورعي. دق فرمرة غريبة دات. وقف. ما لاقي يا زول. وقف داري عرفة الحاصل. بعد شويتين انتفق. انتفق. شغلانا ما دورت. بعد شويتين جخاشي لحد هنا. لحد المحل ده. ما تتكلم في البورعي. هذي قيبة بالله. وفي الكورة ده ذاته اللي بيقول قيبة ده تلقى ما خلي هيسمو الصفة ولا خلا موسى الزومة. بيتكلم فيهم كلهم. طيب انت ما ده ما غيبة? لا بس لما انتهبش البورعي بيبقى غيبة ليه? وفي ديك ليه ما بيقى غيبة? ولا ديك ما بشر يعني. ها? لكن شا تعرف انه العقيدة دي حاجة كعبة. العقيدة المرضانة حاجة كعبة مسيطرة على قلوب كتير من السودانيين. وان احنا من اي الحلقات دي دارينا نظف الناس بحول الله عز وجل وقوته. جاينا نظف القلوب دي. قلوب مرضانة يختلق قلب مليان قاعد جوة الف شيخ. وتحسونة قاعد جوة. الكباشي قاعد جوة. اوات بدور قاعد جوة. الصايم ديما قاعد جوة. الركاني قاعد جوة. ده قلب دائر غسيل تاقيل ما بينضف لك الليلة ولا بكرة. ده دائر غسيل تنزل واحد واحد. ممكن بعد كم شهر ادا بيكون نزل لك على البورعي. لسه واحدين قاعدين. دير دائرين غسيل تاقيل. والله تجيب غسيلك. وتجيب الصابون تاقيل. عرفته من القرآن والحاديث. تغسل تغسل. وشوف الغسيل ده. الغسيل ما سخن. اتاسل هو الدوك. عندك جرح دائرين يعمل لك له نظافة. مش بتكورك. لما يهبشوا الجرح مش بتقول اخ ما تهبش هنا. بس نفس الحكاية. انت كل ما تقلع لك شيخ من جواه. الشغل ده ما سخن. ما بيعمل جرح. يبقى لابد يكورك. هو لما يكورك ات ما تشتغل بك كتير. لانه المريض اذا الدكتور المريض لما يكورك. الدكتور اذا ادهه بنيها قال ليه تسك بالطريقة دي ما بتدعالك. ما بتدعالك. يا اخوانا. لكن الدكتور يصبر عليه. شوال ده ما سخن في مقصات. وفي قطن بيخذ جوا. بيتنظف تمام. تصبر عليه. عرفته? النازل القلوب دي مليانة يا زول. مليانة. ربنا قال ومن الناس من يتخذه من دون الله اندادا? معلون. يحبونه كحب الله. ياث Brew بحب ده يحب الله يتدار تمر قو الليلة ولا بكرة? يحبونهم كحب الله قال ليك الله قال ليك كده؟ ليحبهم. عشان كده ما بيردوا الكلام فيهم. ما بيردوا الكلام فيهم. ونحنا بيحاول الله عز وجل وقوتي ما نخلي الكلام فيهم أصلا. ما نخليهم. كان الناس يرجوه وง Qian Cho recon konn full. طيف الناس يvariضل. الناس لقي بالما قال ما تتكلموا في الميتين. قال الميتين دي ما تتكلموا فيه. يا اخوان الميت. اذا كان عنده باطل منشور في الناس. الميت انتبه معي. زول مات. لكن خلى له باطل. خلى كتب منشورة في الزوق. وخلى محاضرات مسجلة موجودة. وخلى له ناس تبع تابعين له. ماشيين بين نفس الفهم بتاعه. الميت ده نتكلم فيه ولا ما نتكلم. بين القرآن والسنة نتكلم فيه. بالقرآن والسنة. اما عند السودانين كتار بيقول لك ما من نتكلم. ودين احنا عندنا ما من نشتغل بهم كتير. القرآن دي يا ناس مش يتكلم فيه ناس ميتين. ولا ما تكلم. ربنا قال ان فرعون وهامان. فرعون ده لاقاك. لما لاقاك. هامان شفته. حسن اليوم شفت هامان في مواصلات الهلفون. لا لما لاقاك. طيب الله ما قال هامان في القرآن. يقول لك مولانا هامان ده ما كافر لكن. الموضوع ما موضوع انه كافر ولا ما كافر. الموضوع انه هامان ده كان عنده باطل منشور بين الناس. ما في كفار كتار الله ما جاء بيسمون في القرآن. ولا ما كذا. ولا ما في. انت قال الكافر يا هو بس هامان براو. يا ذلك الكفار ما بيده هدو. الله ما جاء من كلهم في القرآن. لكن ده التأثير بتاعه كان قوي جدا. وكان عنده تبع. الدليل شنو انه كان عنده تبع. ما هو براو. هامان وفرعون. الله قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. كانوا خاطئين. العميل اللي بيعملوها ما صح. شاكيدة الله تذكرون. اشاكيدة انت ذاتك بتذكرون. ليه يوم الليلة بتقرأ في القرآن ولا ما بتقرأ. ولا لما انتجي في الحتة دي بتقول ما في داعي لذكر الاسماء. تفطع تمشي للآية البادية. لا أنا بتقرأ. بتقرأ. طيب. انت وقت بتقرأ. بتعترض ليه طيب. بعد يشوف ربنا لما يذكر الرؤوس الكبار بيجيبهم باسامهم. فرعون ده ما اسمه. وهامان برضو اسمه. دي الشخصيات. انت قايل ديل شنو? ديل شخصيات. طيب التبع. التبع زي الحيران وكذا. ديل ما كدار الله كان عداه لك. يمكن المصحف ما يشيل. ولا ما كذا. شاكيدة ما بقون بيجيبوا لك كلهم. بيقول لك وجنودهما. لانه كتار والتأثير بتاهم ما قوي زي اللي اتنين ديل. اخواننا الكلام ده مفهوم ولا ما مفهوم? انا اظن مفهوم. شا ما شوف نحن من هنا حننطلق من هنا بعد شوية. بننطلق ونجيب الصابون والبتاع شا نغسل. او لما نجيب الصابون تقع الترجعين تاني اللي وارا. لا 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 ما تغسل. ما تذكر. يا اخير الله يهديك. ماذا خلاص ستين منه. خلينا نغسل بعد كده. عرفت? فرعون دا الرأس الاول. حامان الرأس نمرة اثنين. جنودهما دينا الحيران التبع. وفرعون كان عنده طريقة بل مناسوا. والله كان عنده طريقة. اي تقرأ القرآن? القرآن اقرأ. ربنا قال لما موسى وهارون جاءوا لفرعون ونصحوا. قال ان هذاني لساحراني يريداني ان يخرجاكم من ارضكم. ويذهبا بطريقتكم المسلى. دي طريقة بتاعت فرعون. الطريقة الفرعونية. دي طريقة حقا تفرعون. قال لهم انا خايفة اللي اثنين ديال. يخرب عليكم الطريقة. المسلى اللي تم اسكنها. طريقة كنت زيها ما في. الكلام دا الليلة الصوفية بقولوا. البرعي قال الطريقة امسك فيها. الطريقة ما تخليها. الطريقة يا دوب ليها. قال لك امسك قوي. قال لك ما تخلي الطريقة. طيب طريقتك دي يا برعي. هل صح ولا غلط? طريقتك ما صح. انت الطريقة بتحتك دي. بتدعو الناس ليشنو. النوريك بيدعو الناس ليشنو. البرعي عنده كتب في السوق. ومعظم الناس البكوركو برا ما اقارو كتب البرعي. تلقى بس. حضر لو حولية حوليتين ولا مشى الشيكانيبة ولا مشى هناك اللو بيض غشوق هلو له هنا في ولي فكي كبير راجد اسمه البرعي لكن لا قرأ كتب البرعي ولا اي حاجة بس معجب بالشخصية بتاعته يا سلام ابونا الشيخ يعني الله في الحافلة جدا تلقى ناس الحافلات استبع شوية حيجوك بيجاي تلقى واحد معلق البرعي كاتب لك البرعي لبن لبن بدرة ولا ولا لبن شنوب الضبط ما عارفين زاته لبن كيف يعني البرعي لبن ما تعرف غوث زمانه يعني ده يهول بغيث الناس تلقى جايب انه قاعد كده بتوضله وبيبريك ولا ما شفته ها الله يجيب لنا حافلة بيايش انت شوف بعينك الثول ده المعلق ده الثول ده عنده كتب نشرة في السوق قاعدة والحلقة جاة ان شاء الله نجيب لك الكتب الحلقة دي الان عبارة عن تمهيدي شغل تمهيدي تمهيدي لما الناس يمشوا الاساس ويمشوا السانوي وان شاء الله يترقوا في شغل دي بنجيب الكتب طوالي بعد كده البرعي اندو كتاب نديك مثال اسم رياض الجنة ونور الدجونة ديوان البرعي قاعد في السوق هنا في السوق العربي مكتبة اسمها الدارة السودانية للكتب السوق العربي هنا امشي لهم قول لهم دارة الكتاب ده كما لقيتوا تعراجي لنا قول لانتو كذابين البرعي في الكتاب ده قال النابة خطب في البلاد نزيله كلام ده شرحه شنو النابة يعني لو حصل خط الخط يعني المصيبة في البلاد نزيله يعني لو فيه مصيبة نزلت في البلد نسوي شنو يا برعي قال قول يا ولي الله اسماعيل تعرف اسماعيل اسماعيل الولي المطفون في اللبيط اي سوداني بعرفه البرعي قال لما تنزيل مصيبة قال قولوا يا اسماعيل الحق يا مسلمين لما تنزيل مصيبة ننادي منه ننادي الله ده كلامنا الجانا قولوا تاSun قالنحنا الجاني شاكي زولو اولا ننبي زول ده كلامنا وننادي الله البرعي غلطان في كلامه ده وكلامه قاله ده شرك بالله عز و جل ده موضوعنا ننادي اواعيل له الله ما له عليه الله بكاف ع pd الله ما مكفينا. ننادي اسماعيل. اسماعيل ميت. راقد في اللبيض. ما عنده اي حاجة. ميت يا ناس. ما عنده شي. لا يملك لنفسه. خليوا ما امي حاجة. خليوا. خلي خلي. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرى. كويس. خليوا. خليوا. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرى. ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ما عنده شي. ما يملك لنفسه شي. لا موت. لا حياة ولا نفع ولا نشورا. الكلام دا قالوا هل قلنا نحن ولا قالوا ربنا تبارك وتعالى. الكلام دا قالوا ربنا. قالوا اين قال الله تعالى في سورة الانعام وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وان يريدك بخير فلا راد لفضله. يبقى الله لو داري نزل المصيبة. المصيبة دي ما في زول بيرجعه. ولو داري نزل على الناس خير. الخير دا ما في زول بيسبته. اذا يا اخوانا. البرع لما قال انا بخبل في البلاد نزيله. قل يا ولي الله اسماعيل. كلام ده هنا غلط. غلطان. وكلام هنا شرك بالله عز وجل. لان اسماعيل الولي ما بينفع ولا بيلحك. انما ال بينفع والبيضر هو الله تبارك وتعالى. زي ما ربنا قال في القرآن. ام من يجيب المضطر اذا دعاه. ويكشف السوء. ويجعلكم خلفاء الارض. ونختم. وان شاء الله ان مضى الله في الاجال. نواصل.